بمبادرة من جمعية مونيا مراكش وتحت شعار دخلوها بسلام آمين انطلقت فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان سماع مراكش للقاءات والموسيقى الصوفية حينما نقول سماع مراكش لماذا؟ لأن مدينة مراكش لديها ما تقول ولديها ما تسمع الناس به فمراكش هي مدينة موسومة ومدينة مطبوعة وعندها لغة تتكلم مثلها مثل بعض الاستثناءات في البحر المتوسط كمدينة القدس أو القاهرة أو اسطنبول التظاهرة المنظمة بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة تهدف للتعريف بهوية المغرب وتقاليده الثقافية والروحية كما تسعى للنهوض بالمدينة العتيقة لمراكش التي شهدت في العقود الأخيرة تطورا ونموا كبيرين أشارك في هذه الدورة من سماع مراكش وهي دورة مهمة جدا لأنها تأتي بعد حادث زلزال الحوز والذي تضررت منه المنطقة ومدينة مراكش ليفكر في المدينة العتيقة في حاضر هذه المدينة وأيضا في مستقبلها المهرجان الممتد على مدى أربعة أيام سيعرف تنظيم ندوة حول حاضر المدن العتيقة بالمغرب ومستقبلها إلى جانب إقامة حفلات موسيقية روحية في المعالم التاريخية المرموقة بالمدينة العتيقة لمراكش ترجمة نانسي قنقر